بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة الثانية عشر لمجلس الوزراء المنعقد اليوم بتاريخ عشرين آذار عام الفين وثلاثة وعشرين إلغاء الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء ثلاثة وخمسين لسنة الفين وعشرين بشأن حصة الخزينة العامة من الربح بدءا من واحد كانون الثاني الفين وعشرين الموافقة على المضي بتطوير البرنامج المقدم من الهيئة العامة للقمارك برنامج التصريحة القمرقية الألكتروني كأساس للربط الشبكي بين جميع المراكز القمرقية البرية والجوية والبحرية مع مقر الهيئة العامة للقمارك وهيئة المنافذ الحدودية مع إضافة في نهاية الفقرة رابعا بين مزدوجين بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وحذف الفقرة خامسا من التوصيات أيضا إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم ثمانية لسنة الفين وعشرين بشأن التسوية الرضائية مع شركة كوغاز الكورية الجنوبية مشغل حق العكاز الغازي بحسب الآتي واحد صرف المتبقي من مبالغ التسوية الرضائية الذي اتفق عليه بين شركة نفط الوسط وشركة كوغاز الكورية الجنوبية المطلوب سداده لشركة كوغاز الكورية الجنوبية على أن تدفع نوعا بالنفط الخام إنكايند من شركة تسويق النفط سومو بموجب اتفاقية تسوية تضمن حقوق وزارة النفط بحسب قرارات حيئة الرأي في الوزارة اثنين وضعوا صيغة لاتفاقية تسوية ستلمنت أجريمنت ثلاثة بين الطرفين يبقى بموجبها سريان العقد لسنة واحدة بعد تاريخ توقيعها وتتعهد شركة كوغاز الكورية الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية نقل كامل حقوقها والتزاماتها التعاقدية إلى شركة أو ائتلاف شركات عالمية مؤهلة وفقا لمعايير وزارة النفط لتحل محلها في تطوير الحقل وفقا لبنود عقد الخدمة إضافة إلى التزامها بتقديم الدعم والإسناد الفني للمشروع دون أي التزامات مالية أو تعاقدية أخرى أو أن يصار إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة دون الحصول على مشغل ثان اقراروا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل الأقصاط لمنظومات الري بالرش لمشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة الموافقة على ما يأتي دمج دائرتين الطاقات المتجددة مع البيئة والمياه في دائرة واحدة تحت تسمية دائرة البيئة والمياه والطاقات المتجددة في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة استنادا إلى أحكام قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا رقم 75 لسنة 2012 المدمجة اقراروا توصية المجلس الوزاري للطاقة 23007 طاق لسنة 2023 بحسب الآتي الموافقة على تجديد التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لعام 2023 بكمية عقدية بالغة 4 ملايين برميل من نفط خام البصرة المتوسط بواقع مليوني برميل لشهر حزيران ومثلهما لشهر آب من عام 2023 بالشروط التعاقدية نفسها المعمولي بها سابقا اقرار توصيات الاجتماع المنعقد في 9-3-2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية بحسب الآتي واحد ابقاء التصنيف الحالي مع التوزيع العادل بغض النظر على التصنيف للمصانع الوطنية A وB وC وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم من خلال تعديل الضوابط الخاصة بالمصانع وإلغاء الفقرات الخاصة بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة 12 شهر للالتزام بهذه المواصفات 2- إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية شريطة أن لا تزيد عن 50% مع مراعاة الضوابط رقم 17 الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية 3- تأليف المجلس الدوائي برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كيماديا والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء والمدير العام للهيئة العامة للقمارك والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات الأطباء طب الأسنان الصيدلة لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلا بوزارة الصحة والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات أربعة إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية رقم اثنيا لسنة 2019 بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقا للقانون المذكور آنفا خمسة منح قروض ميسرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانات المصنع ستة اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للقمارق والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك رفع التعرفة القمرقية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليا إلى نسبة 100% من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وبإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع على وفق القانون المذكور آنفا أيضا الموافقة على تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان والبالغ عددهم 14.825 بحسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 بدءا من واحد كانون الثاني 2023 وفيما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم 20.666 المتبقين من العدد الكلي خارج الحاجة الفعلية للمديرية فيكون توزيعهم على المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد أو إلى باقي الوزارات الأخرى الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية بشأن تطوير عمل مديرية المرور بحسب الآتي واحد نقل وتشغيل معمل اللوحات المرورية الخام على قطعة الأرض المحاذية لمديرية المرور في جانب الخط السريع لطريق محمد القاسم في بغداد والمخصصة إلى وزارة الداخلية بدلا من المعامل التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن المشيد عليها حاليا على أن يتم نقل ملاك الموظفين في العمل المذكور آنفا من ملاك وزارة الصناعة والمعادن إلى ملاك وزارة الداخلية مديرية المرور والبالغ عددهم 294 موظفا شريطة أن لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية إثنيا إلغاء شعب وأقسام حندسة المرور في كل من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات لتتولى المهمة المذكورة في التأثيث واستحداث مديرية جديدة تسمى مديرية حندسة الطرق والعلامات المرورية تضمن الشعب والأقسام المذكورة وترتبط بمديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتتولى المهمة المذكورة في التأثيث استنادا للصلاحية المخولة لرئيس مجلس الوزراء على وفق أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 من أجل توحيد الإختصاص وتنظيم المهام والواجبات ضمن عمل هذه المديرية أيضا تمليك وزارة المالية العقارات المنشأ عليها مقرات للنقابات والاتحادات المؤسسة بموجب قوانين خاصة التي آلت إلى وزارة المالية بعد عام 2003 إلى النقابات والاتحادات المذكورة آنفا بدون بدل على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم 3 لسنة 1960 شريطة التأكد من رقم 1 عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود 2 عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه بحسب نص قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية المذكور آنفا 3 تستخدم المقرات فقط لهذه النقابات والاتحادات ولا يجوز لغير هذا الغرض أو عرضها للاستثمار أو للإيجار شكرا